أقام مكتب مساعد رئيس الأمن العام لشؤون المجتمع بوزارة الداخلية دورة تدريبية لأفراد شرطة خدمة المجتمع بشركة مع الإدارات المعنية بالوزارة وتأتي الدورة التدريبية بهدف رفع وتحسين ثقافة أفراد المجتمع وتنمية قدراتهم في مجال الوقاية من الجريمة وتدتيل شركة المجتمعية كما يعمل البرنامج على تزويد الأفراد شرطة خدمة المجتمع بالمعلومات ذات العلاقة بالمهام الأمنية وبالأساليب المتطورة لأداء واجباتهم المناطة بهم بالإضافة إلى تنمية المعارف والمعلومات التي تغطي ما يحتاج إليه أفراد شرطة خدمة المجتمع وتزويدهم بالمهارات اللازمة لإنجاز عملهم بأعلى معايير الحرفية والدقة والكفاءة يهدف برنامج الدورة إلى تحسين ثقافة أفراد شرطة خدمة المجتمع وتنمية قدراتهم في مجال الوقاية من الجريمة وتنفيذ الشراكة المجتمعية حيث أن دور شرطة خدمة المجتمع هو التعامل بشكل مباشر مع الجمهور حيث احتوت الدورة على عدة مواضيع مختلفة ومتنوعة وثقافية من ضمنها متلازمة المشكلات الاجتماعية والنفسية وكيفية التعامل معها داخل المجتمع الدورة كانت جدا ممتازة طبعا وكانت أدت حصص منها الأمراض النفسية ومنها أنواع المخدرات والجرائم الإلكترونية وفيه أدت محاضرات في هذا الموضوع ونحن كشرطة مجتمع لازم نفيد الناس يعني ومثلا أعطيك موضوعا له المخدرات تعرفنا على أنواعها وشلون أنواعي الناس عن خطورتها وأنواعها وخصوصا الفئة الشباب الحمد لله بعد مرور أربعة أيام من المحاضرات تم تحقيق الجاهزية بين الشراكة المجتمعية وسرعة الاستجابة في مساعدة الناس والتعرف على جميع الجرائم والمشاكل الأسرية ترجمة نانسي قنقر